إنهم كلهم صهاينة الفرق أنه يبدو لك أنها اسمها عبد المجيد اسمها السعيد اسمها منشعار فعليه وحمده وعبد القادر لكن العقلية هي كلها عقلية صهيونية هو الاستعباد لمن يحكمونهم الفرق أن ما بين صهاينة اليهود وصهاينة العرب هو أن صهاينة اليهود يفعلون ذلك من أجل اليهود من أجل الدولة اليهودية الدولة العبرية حتى سماوها الدولة اليهودية الآن منذ 2018 إسرائيل هي الدولة اليهودية الصافية بالقانون وباعتراف غربي أما صهاينة نحن نقول صهاينة العرب يقدر يكون أمازيغي يقدر يكون كردي يقدر يكون تركماني يقدر يكون إفريقي لكن صهاينة العرب بمنطق المنطقة وليس بمنطق العنصر صهاينة العرب هؤلاء عندهم وكالة ندعمكم لحكم هذه الشعوب وهذه الأوطان بشرط أن تنفذوا المشاريع الاستعمارية التي نطلبكم أن تنفذوها عندما يكون بلد مثل الجزائر عاشر مساحة في العالم أكبر مساحة في المنطقة العربية وفي إفريقيا يستورد أكثر من 70% من القمح وأحيانا 80% يستورد أكله يستورد لباسه يستورد دواءه وإذا لم يستورد الدواء يبيع لك دواء لا يمشيش تشربوه أو لا تشربوه كيف كيف أو لا تشربوه تدفع الثمن قد تمرض أكثر عندما تكون هذه المساحة الهائلة تشتري القمح من لتوانيا أو إسطونيا أو لاتفيا أو 30 ألف كيلومتر مربع أو 25 ألف كيلومتر مربع يعني كل هذه الدول ثلاثة ما تجيش ربع مساحة ورقلة نشر من عندها القمح وهذا جنون هذا هذه هي الوكالة الوكالة أن يكون لك حكام يفشلون البلاد ولكن لا يذهبون بها إلى الفوضى فهي عملية ما يموتوا ما يحياوا يعني إحنا شعوب ما نموتوا ما نحياوا ما يحكموش علينا بالموت فتحدث الفوضى فنهرب إلى أوروبا ونهرب إلى أماكن أخرى وهذا مزعج لهم شفناها في سوريا كيف حدثت الأمور ولكن في نفس الوقت لا تكون لنا نهضة لن نكون لا على طريقة ماليزيا ولا سنغافورة ولا حتى تركيا فتبقى فاشل شفتوا الأمطار اللي سقطت في هذه الأيام غرقت مدن كاملة غرقت أسألوا أهل جيجل على سبيل المثال أسألوا أهل جيجل إذن هذه الأنظمة لماذا الولايات المتحدة تدعم هذا الكيان رغم أنها تعرف أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد كل العقل وجرائم ضد الأطفال وتجوية لأنها تخشى أنه إذا لم ينتصر هذا يعني أن المقاومة لم تنهزم يعني أنها انتصرت هذه المقاومة ستسري في روح الشعوب والشعوب غاضبة الشعوب غاضبة فهي معطلة وكثير منهم مجوع وأبناءهم لا يجدون لهم عملاً وكثير من أبناءهم لا يجدون إلا لدروق تتباع والمدارس فاشلة والجامعات فاشلة والمستشفيات فاشلة تحدث خاصة على الشمال الإفريقي وبعض دول آسيا إذا استثنين شوية ثلاثة أو أربع دول خالجية حتى السعودية الأوضاع سيئة جداً إذا استثنيت الإمارات وقطر إلى حد ما قد توضيف لهم عمان والكويت إلى حد ما حتى السعودية وقطر والإمارات مليئة بالمخدرات لكن جزائر أو مصر أو اليمن أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو ضاع بائسة بائسة جداً فأنت إذن هؤلاء وكلاء هم جواسيس وعملاء يخدمون هذه الأنظمة السلطة يسمحون لهم بأن يكونوا في السلطة مقابل إفشال البلاد مقابل إضعاف البلاد إضعافها سياسياً عسكرياً اقتصادياً استراتيجياً أخلاقياً علمياً ترباوياً إضعاف شامل لدينا حكام هم عندهم أسلحة الدمار الشامل ونحن وضعوا لنا حكام الدمار الشامل من أسلحة الدمار الشامل لدى الغرب ولدى القوة الكبرى عموماً هو صناعة أنظمة الدمار الشامل القائمة في أوطاننا حقائق مرة كل يوم نعيشها على درجات متفاوتة طبعاً كيلي لبس عليهم وحتى هذو اللبس عليهم والله كثير منهم يكتبوا لي يقولوا لي حتى في الجزاركيو عندك خمسمائة مليار وعندك عشر سيارات وعندك خمس فيلات وتعود عندك رايح تغرق في الزنكمبرمون وتغرق مع البراجات وتغرق مع الحقرة ولو كما يعطي عندك واحد اللي يحميك كل يوم عندك مشاكل وتغرق في الأدروغ اللي مالي الشوارع وتقولوا كان تعود باش تروح للمستشفيات تغرق والجامعات كارثة حتى لي عندهم المال لم يعودوا قادرين على الحياة في البلاد فما بالك المجوعين والمفقرين والمعطلين والذين يعيشون كسردين في غرفتين أو ثلاث غرف وهما ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أشخاص هذو محظوظين مرات كين حتى هذيك انتع غرفتين أو ثلاثة كسردين اللي معقومة عندهمش بكل أسف وألم